اهلا بحضراتكم بعد الفاصل ولوكم الحلقة دسمة اول فيها حاجات كثيرة جدا وانا بالمناسبة بس ان انا بشكر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ان هو اخص برنامج المجري ودخل معنا في الحوار لعي كابتن فاتح السير لان كابتن فاتح السير فعلا يستحق وفيه العلاقة اللي بين الكابتن محمود الخطيب وكابتن فاتح السير علاقة يعني لم تنتهوا ان شاء الله للابد ان شاء الله انا بشكرك كابتن بيبو ملاش كابتن بيبو كابتن فاتح احنا كنا بنتكلم على الفرح خالد مرتاجي تكلم وشطى تكلم على الفرح وشطى واخد الشريط زي ما اخد الشريط بتاعنا مش عاوز يجيبها فايه قصة الفرح قصة الفرح ان احنا جينا كابتن مصطفى كان زمان مفيش غير فندق النيل على النيل ده اه اه عم بيقولش اسامي عشان ده يعني فندق معين هو الوحيد اللي بتعمل فيه افراح اه وغالي فروحت السادة الفريق المرتاجي كان هو رئيس الناد الاهلي ايوه فبقوله السادة الفريق اه ودي دايما بتبين ان النادي الاهلي كلنا اسرة واحدة يحتضن ولاد فهو كاب لنا كلنا طبعا كان كمال بيحافظ الله الرحمن كمال بيحافظه عالجنب وبقوله السادة الفريق انا الوقتي مش لاقي احجز اي فندق قال لي ليه قلت له عشان اعمل فرح بتاعي اه فقلت له فقال لي طيب ما هو ما نشوف اي فرح قالت له ما فيش ولا اي قتيل اه غير حضرك بقى تصرف اه قال لي اسمح اقولك حاجة يا كابتن فتح قلت له ايه قال لي لو كسبتوا الدور السنادي بدون هزيمة عمل لك فرح في النبي يا السلام فلسه هتكلم فلقيت كمال بيبي يقول ليه خلاص خلاص سادة الفريق قال كلام ما تنقش روح بقى الفرق تنتو في الفرق وانا جاي متأخر وعازا نزل التمرين فانا بقول له كده قال لي خلاص ايه في مليلة كده والتفاكر المهم خلاص اما اخذيني القرار اه فالمهم جينا لعبنا السنة اللي احنا لعبنا فيها كابتن مصطفى ومخصرتوش ولا مباراة ودخل فينا جول واحد فالتفاكر السنة دي ايو اللي احنا روحنا كان اسمه رحان دميات وبعدين فروحنا رحين على فين لكسبنا الدوري وكانوا الناس بقى بتطراهن مش الاهلي الاهلي ولا مين هيكسب الاهلي هيكسب كام ومين اللي هيجيب الجول الاول طبعا الاهلي هيكسب كام النهاردة ومين اللي هيجيب الجول الاول وبعدين ما يخلصوا الجول الاول يطراهنوا على مين هيجيب الجول التالي كان بتنفتح انه كنا بنطراهن هناك العيبة بس مش على حساب الفرق اه الجنب الشمال اللي جنب اليمين هيجيب الجول ايه. عارف. انما مش على حساب الفرقة. لا لا لا. لو انا بفرد بيقول لازم العبها الورا الخطيب او اللي محصن صالح او شان. شاهم. لو بنعمله. ولو واحد صلح من اللي صلح من ناحية اليمين للشمال حتتحسب لليمين. مش عاوزة كلام. مش عاوزة كلام. اه. المهم اه لعبنا وكسبنا فضل اربعة متشات خدنا الدور. روحت ستة فريق. طولت ستة فريق. الوعدة تمام بقى خلاص كسبنا. قال لي يعني ايه? طولي ستة. خلاص كسبنا الدور. قال لي انا اصار اربعة متشات. قلت له وخسرناهم برضو خدنا الدور. قال لي انا قلت الدوري بدون هزيمة. كل متشات الدور. دي حقيق. انت بتصعب علي. ففعلا روحنا. سبنا. كل ما نخش فينا اغلبول واحد. كل متشات. لغيت ما جينا اخر ماتش اللي هو كان المصر ببورسعيد. ايوة. وبعدين المصر ببورسعيد. وآآ متعادلين سفر سفر. مسعد نور بغلطة بي بيجيب جول. فضل الماتش ده لغيت اخر دقيقة. وانت رفعت ضربة ركنية. تفاني بيطلحها. دخل. اتعمل الفرح. فاتعمل الفرح. بسبب مصطفى عبدو. لان انت. اه خلاص كل الناس. ده كان في اخر ثانية. اخر ثانية. كل الناس فقدت الامل ان احنا. اه. اه حنكسب الماتش. يا حي. وانت روحت بالبركة كده. ماشاء الله. اه. يعني رجلك كتفال باركة. المهمة اترفعت. اه. واتعمل. رجعت بقى للفريق والتاجي. قال لي خلاص شوف حدد مع حسين حامل. حسين حامل دمين. اللي هو كم مسجي الفنانين. اه. كان زمان بقى لما كان بتيجي نجات الصغيرة عبد الحليم. وعبد الحليم. ووردة. ومكاسم وكده بيعملوا في التتش. فالمهمة قلتولي حاج حسين. كان الحاج محسن التلسي. اه. 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 ده بيب اهو. وانا. وحامده سلطان. وحامده سلطان الله. ومصطفى عبدالغالي. اه. اخو مصطفى عبدالغالي. اه. ده في الفرح. المهمة راح جاي. قال لك اه. قال اي ده. قلتوله هم دولة. قال لي الفلوس ده ما تقضيش. ده ما تجيبش حد. قلتوله اي حاجة كده بس بعد الساعة تسعة للساعة احداشر ولا اطناشر. اه. فروحتلو بعد اسبوع. قلتوله بعد اربعة ايام. قلتوله حاج حسين عملت ايه. قال لي الظرف بتاعك اهو. قلتوله بقولك انا مش هقدر كان زمان بقى اياه. ما فيش فلوس ما فيش زي الاول كده والكلام ده. فرح ايه. شوف. انا عندي مشكلة. قلتوله مشكلة مش هقدر حلها. اه. قال لي طب اسمحها. قال لي لما الفنانين عارفوا ان الفرح في النادي الاهلي كله عاوز ييجي وابلاش. اه. فخد فلوسك واحد اتعمل. قلتوله طب ابدأ انا مشكلتي دلوقتي ان الفنانين زعلانين لان ما عنديش وقت. قلتوله ابدأ تسعة يبدأ تمانية. وينتي اتناشة. قال لك لا ايه. زوت هنا ساعة هنا وساعة هنا. للغدمة بدأ ستة وخلص خمسة الصبح. انا قلنا ولا ملدي النبي. اه. طيب.